وهو كأس العالم للأندية خلونا نتفق على مجموعة من العناصر أو المعايير كأس العالم للأندية لن تتحرك موعدها أو معادها ساعة واحدة البطولة تبدأ 3 فبراير الساعة 6.30 بتوقيت القاهرة تنتهي يوم 12 فبراير الساعة 6.30 بتوقيت القاهرة الموعد دي رسمية ونهائية والاتحاد الدولي رفض إجراء أي تعديل ولو دي أواحدة في جدول المباريات طيب إيه المنتظر خلال الفترة اللي جاية الاتحاد الدولي فيفا إدى يعني بارقة أمل في الاجتماع الأخير اللي عقد منذ حوالي 48 ساعة بإمكانية تحريك موعد كأس الأمم عشان النادي الأهلي يستفيد بكل لاعبي خلال مسابقات كأس العالم للأندية والفعل في خطاب رسمي وصل الاتحاد الأفريقي مساء أول أمس من قبل النادي الأهلي ومن قبل الاتحاد المصري لقرة القدم بيدعم فيها طلب الأهلي بيعني زبط موعيد البطولة الإفريقية مع انطلاق مباريات كأس العالم للأندية وممكن البطولة تتحرك أيام معينة عشان يكون المرحلة الختمية قبل انطلاق مباريات كأس العالم للأندية فظل ان الأهلي طبعا بيشارك فيه عدد كبير جدا من اللاعبين الدوليين سواء مع منتخب مصر أو حتى مع المنتخب التونسي والمنتخب المالي وممكن كمان المنتخب المغربي في الاجتماع ده اتقال جزئيتين مهمين جدا الاتحاد الدولي لما فتح الأجندة وبص في الأجندة الكلام ده طبعا من خلال الناس في الاتحاد الأفريقي لالاجتماع ده كان مهم جدا ما بين إدارة المسابقات في الكاف مع إدارة المسابقات في الفيفا شافوا ان الأجندة الدولية بالنسبة للفيفا صعب بتغيير أي معاد الفترة الجاية وتخلاص تم الاتفاة مع باية المنتخبات أو باية الأندية ان المواعيد دي رسمية فالاتحاد الافريقي هو اللي يده بارقة أمل في فكرة مع الاتحاد الدولي ان احنا ممكن نشوف مواعيد كأس الأمم وعلى هذا الأساس النادي الأهل اتحرك في الجزئية دي انه ممكن يكون فيه تحريك مواعيد ده كأس الأمم الاجتماع ده ما كانش هيحصل إلا لما مجلس الفيفا يوافق على ان يكون فيه اجتماع تنصيقي بخصوص المواعيد وده يا شيء يدينا مؤشر كويس ان الفترة الجاية ممكن يكون فيه تحريك في المواعيد طيب امتى ممكن يتحسم الموضوع ده الموضوع ده لازم يتحسم بسرعة والاتحاد الافريقي يمكن في الاجتماع بلغ الاتحاد الدولي انه هيكون حسم هذا القرار خلال أيام قليلة يعني مفروض يعني بحدة أقصى قبل نهاية الأسبوع أو بالكتير قوي قبل يوم الحد اللي جاي لان كمان لازم الأندية اللي هتشارك أو النادي الأهل لما يشارك في البطول لازم يحضر قيمته لازم يعرف موعد التدريبات ولازم يحضر المجموعة اللي هتشارك معاه لان لو دلوقتي المجموعة دي مش هتشارك معاه هيعتمد على مين من دلوقتي في التدريبات للفترة الجاية لو المجموعة دي هترجع من المنتخب و هتكون مع الأهل فجهاز الفني يقدر يشتغل ففيه جزء فني مهم جدا تم طرحه في الاجتماع فبالتالي الانتحاد الافريقي وعد أنه هيكون فيه رد سريع خلال الأيام اللي جاية بس الرد مش هيكون باختاب رسمي الرد هيكون باجتماع تاني فيه اجتماع تاني منتظر خلال الفترة اللي جاية أو خلال الأيام القليلة القادمة عشان يتشرح من خلالها أبعاد القرار اللي هيتتخذ سواء بتقديم موعد كاس الأمم أو أن البطولة في معادها ويتم التنصيق بمعيار آخر أو وجهة نظر أخرى إزاي يقدر الأهل يستفيد بلعابته الدولية في الفترة اللي جاية فبالتالي دا الموقف الحالي بالنسبة لكأس العالم للأندية فكرة القايمة المفتوحة لم تطرح من الأساس الاتحاد الدولي عنده قايمة سبتة لكل الأندية استحالة يقول لنادي إلعب ب40 ونادي إلعب ب23 قايمة المفتوحة لم تطرح والأمر بالنسبة للنادي الأهل كمان مش مقبول نلعب بقايمة مفتوحة معظمهم من لعاب قطاع الناشئين فبطولة دولية كبيرة زي دي عايزة لعابة خبرة وأنا لعبت كلها تكون موجودة في كأس الأمم الإفريقية وبالتالي هو الكلام على الموعيد والتواريخ الفيفا موعيده سبتة مش هتتحرك والكلام على الكاف وهو اللي ادى بارقة أمل أن الأهل وبعد خطابها هيتم دراسته خلال الساعات الجاية والرد هيكون في اجتماع تاني خلال الفترة الجاية بخصوص هذا الموضوع